صباح الأمل صباح التفاؤل صباح النور مشاهدي قناة سيتي بي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور حلقة النهاردة بتاريخ يوم السبت 28 ديسمبر 2019 بنتمنى لكم يوم جديد مليان بالخير والصحة والسعادة لكل مشاهدينا اللي بيشوفونا من كل أنحاء العالم ويا رب كده وإحنا بنقرب على السنة الجديدة كل واحد فينا يحقق أمنيته في السنة الجديدة وكل واحد فينا يعني يستقبل السنة الجديدة بكل خير وبركة في أسرنا وفي كل مكان هي بصباح الفل صباح الفل يا سحاق صباح الخير على حضراتكم جميعا يا رب يومكم حلو كده وجميل ومليان بكل الخير والبركة وأيام يكون فيها أحلام وأحلام وفيها طموحات وفيها مراجعة للنفس وفيها رغبة في أننا هقول مرة تانية نفرح ونفرح الناس اللي حوالينا أمين الكريسموس يعني يمكن اللي بينزل في الشرعة دلوتي ما بقاش فيه محلات ما بقاش فيه شوارع ما بقاش فيه كنيسة ما بقاش فيه مالبة الناس بتنزل تدور على لبس العيد إلا ما لازم ندخل نلاقي شجرة الكريسموس ومتزوقة بحاجات كتير لكن يعني كتير ما بقاش عارفين الحاجة دي طب يعني معناها إيه ليه فيه كورونا مدورة ليه فيه فيونكا سانتا دا قصته إيه يعني كل حاجة مرتبطة يمكن ببعض الحاجات إيه الحقيقية وحاجات تانية رمزية هل تبقى عارف كل الحاجات اللي في الشجرة ولا أنا لا مش ببقى عارف مش كلها لا لا مش كلها ببقى عارفها يعني ببقى عارف الحاجات اللي هي اللي احنا متعرف عليها قوي يعني اللي هو مشهورة آه بابا نويل والشجرة والحاجات دي كلها لكن الحقيقة من الحاجات الجميلة أن الكريسماس ده بيحتفل بيئة العالم كله كل بلد لها مظاهر مختلفة فيه الكريسماس والأكلات بتختلف وبيبقى فيه مشروب خاص بالكريسماس وبيبقى أجواء البلاد نفسها مختلفة شوية ألف سلام عليك الله يسألوك بيبقى الأجواء نفسها مختلفة شوية عن بقية أيام السنة إيه أكتر حاجة يعني بتوفق قدامها مثلا في بلد بتشدك تقول إيه الحاجة الغريبة ده إيه علاقته بالكريسماس مثلا هو موضوع المشروبات يعني كل بلد لها مشروب مختلف في الكريسماس وليه أسامي مختلفة قد يكون مثل لو عايز تجرب ده وتقول يا بختهم تلاقي المشروب سائي جدا يعني لكن هما كل حقيق يعني كل بلد لها مشروب مختلف كل بلد بيعتمد على أكلات مختلفة لكن الوصلة ما بين ده كله إيه بقى إنه هما كلهم بيحبوا تجمعوا على وجبة العشا ليلة عيد الميلاد اللي هي 24 بالليل دي مهمة جدا ووجبة الغادة يوم 25 يعني هما عندهم شوية ثقافتهم مختلفة عندنا مش فكرة بقى ضرب البومب وانزل الشارع واللبس الجديد وكده لا هما مش عندهم الحتة دي قوي نحن عندنا برضو دايما بنقسم الدنيا يعني ليلة العيد يوم ستة بنكل بيتجمع على صفرة واحدة في بيت العيلة سواء يعني بيت بابا بيت ماما بيت الحما يعني أي أن كان هو إيه والطرف التاني يبقى تاني يوم نتجمع عنده قبل ما نفكر نخرج أو نتفسح عايز أقول لك أنه وقفت قدام أوكرانيا أو يعني العنكبوت وعلاقته بشجرة الكريسماس يعني ملحاة مش عارفة يعني بس هو في قصة في أوكرانيا بتقول أنه كان فيه واحدة ست فقيرة في عيد الميلاد كان نفسها تزوق الشجرة لولدها وكانتش تمتلك الفلوس أنها تعمل كده وتشتري الزينة فعلى أنه بيت قديم قوي وناس فقرة جدا فكانت أركان البيت كلها مليانة بالعنكبوت فهي استغلت شكل الخيوط والبيت بتاع العنكبوت بأنها تزوق بيه شجرة والولاد فرحوا وحسوا أنه بقى هي قصة بقى إذا كانت حقيقية أو لا لكن بعد كده بقى تقليد عندهم تلاقي باب البيت عندهم من الحاجات الأساسية المميزة في بلدهم أنك تلاقي على الباب على الشجرة في الشوارع شكل العنكبوت والخيوط بتاعته لكن مرتبطة بقصة الأسرة الفقيرة دي دعوان هي قصص ممكن يعني غالبا ما بتبقاش حقيقية لكن بيبقى لها هدف بيبقى لها هدف أن أنت حتى لو أنت فقير لو أنت معاكش لازم تحتفل فرح افرح وفرح لازم تفرح لازم تفرح بيه الكريسماس وبيه الميلاد حقيقة بشوف كمان أن احنا كشعوب شرقية وطبعا مصر أوائل الشعوب الشرقية طبعا فكرة الأسرة والحميمية هم في أوروبا بيعملوا كده فكرة نتغدى سوا ونتعشى سوا لكن احنا في مصر الحقيقة موجودة دي موجودة بشكل كبير جدا زي ما قالت هيبة الليلة العيد بالليل اللي نتعشى سوا دي بتبقى فرحة وبتبقى عيد لوحدها وفكرة نحنا نتجمع ونزور بعض وأعتقد أهم ما في العياد هيبة فكرة أن احنا نزور بعض نود بعض الهدايا برضو يمكن في حاجة يمكن حاجة بتلاحظوها أو فيكم اللي بيعملها نجيب هدية لولادنا ونقول له بقى ده بابا نويل جيب الليل وحطها لك على السرير بده صحة أو غلط؟ يعني أنا شايفة أن ده ستلاحظو حدين الحقيقة يعني هو صح وغلط احنا بنفرح ولدنا لكن في نفس الوقت بعد مرحلة عمرية معينة لما بيكتشفوا أن احنا كنا بنتحك عليهم وأنه مش حاجة اسمها بابا نويل جيب الليل لكن أنا ممكن أقدم للطفل المعلومة بطريقة حلوة وحكي له قصة القديس نيقولاوس وازاي كان بيحب الخير وازاي كان بيفرح يبقى أنا بعلمه العطاء بعلمه أن يفرح غيره ما يكونش إنسان أناني يستنى بس الهداية لكن يدي حتى بحاجة بوسيطة زي ما بجيب له لعبة ليه هو أجيب له لعبة تانية وأقول له اديها الحد يعني حد فقير أنا أعرفه حد يعني في الشارع حد من إخوة الرب حد بواب يعني حد مريض في المستشفى رايح أزوره أي أن كان هو مين مش مشكلة هو مين يعني لكن المهم أن أقدر أفرح طفل تاني ما يقدرش أنه يشتهي الحاجة دي ومن غير ما أعيشه جوه الأسطورة لكن بالعكس أقوله إن كان في قديس جميل كان هدفه الأول أنه دايما يدي ويدي في الخفاء ويفرح غيره الحقيقة موضوع الهداية دي أنا بشوف موضوع حلو جدا أنه كلنا بنفرح بالهداية صحيح تبقى واحد يبقى عنده استعداد يشتري كل حاجة لكن عندما يروح الكنيسة كده ويدي له هداية كده بسيطة يبقى فرحان جدا يبقى فرحان جدا لأن هي الهداية الحقيقة من الحاجات النفسية والإنسانية الجميلة اللي بتفرح مش بتمنها يعني لا خالص عايزين بس قبل ما نكمل بقية الكلام اللي عاوزين نقوله ونقرأ كلامكم الجميل على الفيسبوك عايزين نقول ألف سلامة على نيافة الحبر الجليل الأنبى دانيال سكرتير المجمع المقدس وإسقف المعادي اللي مر مبارح بوعكة صحية وقدسة البابا زاره مبارحة في المستشفى وبيطمنونا أن نيافة الأنبى دانيال كويه زي ما حرقكم شايفين في الصورة الصورة دي من المستشفى قدسة البابا وهو بيزور نيافة الأنبى دانيال في المستشفى مبارح وانتشرت المتحدث الرسمي طبعا نشارع على صفحته فاحنا بنقوله ألف ألف سلامة ألف سلامة على سيد ألف سلامة ربنا يطمننا عليه وخلينا بقى دلوقتي نصبح على الناس نصبح نصبح على الناس بتصبح علينا لولا بنا صباح النور كل سنة وانتوا طيبين وانتوا طيبة عيد البشارة صباحكم جميل صباحكم فل إن شاء الله صباحك حلو جميل جرجس موسى صباح الورد صباح السحاء وهيبة كل سنة وانتوا طيبين ويا رب تكون سنة مليانة فرح وسعادة علينا يا رب أمين يا رب ماريان وجي صباح الفل عليكم ماما بتصبح عليكم وبتحبكوا جدا وإحنا من سواج وإحنا كمان بنحبكوا وصباحكم جميل آية النبيل صباح الخير والأمل كل سنة وانتوا طيبين أبو تماس صباح الخير للجميع مينا ميرا صباح الخير عليكم مرادونا أحلى صباح عليكم كل سنة وانتوا طيبين معي بولا عادل بيقول بصبح عليكم من دير القديسة دميانا صباحك فل وصلنا ما تنساش يعني صديقنا الدائم أستاذ عادل عبد الله من دميات بيصبح علينا صباحك فل يا أستاذ عادل ونونا بسكوتا وأستاذ عزة عادلي وبيرو وكيرو صباح الأمل والسعادة صباحك فل فلوباتير خلف إيفون مكرم كوكي مينة اللاريا رأفت بشوي رفاقيل مريم عاطف لولا بنا الراهب حكيم وأبو تماس ويوسف متحد بنصبح عليكم صباحك فل يا رب صباحكم جميل وبعتونا على مدار الحلقة كده اللي يصحى ويفتح التليفزيون أو يفتح اللايب طبعا زي كل يوم احنا معينا فقرة الفقرة الروحية بكرا يا رب تسمع صوتي ونشوف صوت الله ورسالته اليومية لنا هيكون لنا جولة سريعة في أهم عنوين الصحف اليومية هيكون عندنا فقرة نتكلم فيها عن تاريخ الاحتفال بأعياد الميلاد أو بعيد الميلاد من إمتى بدأت والتقويم ده أو تاريخ الاحتفال مدى صحته إيه وتحسب إزاي دي برضو كمان فقرة مهمة يكون عندنا فقرة ايه كمان؟ عندنا طبعا زي ما قالت هيبة فقرة الاعياد وفقرة كمان مهمة الحقيقة كمان لازم نبقى عارفنا حتى لو مجرد كده يعني معلومات صغيرة عن الحصاد الاقتصادي والسياسي في 2019 ومصر كانت فين وبقت فين يعني في آخر سنتين تلاتة كانت فين ودلوقتي بقيت بالأرقام لا بقى نقعد نقول ده الإنجازات ولا حتى لا بالأرقام كله هنتكلم بالأرقام يعني لما هقولك البطالة هقولك كانت كام وبقت كام النمو الاقتصادي كان كام وبقى كام كل حاجة بالورقة وبالألم يعني ضروري أن احنا كل واحد فينا يبقى عارف الحاجات دي كلها ده يعني اللي عنده كده شركة صغيرة اللي عنده حاجة لازم يبقى عارف الحسابات فأنت عايش في بلد لازم تبقى عارف برضو احنا فين كنا فين ورايحين على فين ناخد المتبرعين قبل ما نخرج لفوتا تبرعات يعني اللي حابب يتبرع طبعا تبقى حاجة جميلة مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بموجب على أن يكون الطول من 160 إلى 180 سنتي ويكون ذكر والسن من 23 إلى 40 سنة ويكون خالي من الأمراض أرقام التليفون 0100 1807403 أو 01226494670 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم وموجب على أن يكون السن من 25 إلى 40 سنة ويكون خالي من الأمراض أرقام التليفون 0128 5468474 أو 01226511474 هقول رقم التليفون ده تاني 0122465474 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم إيه موجب على أن يكون السن من 25 إلى 46 سنة ويكون خالي من الأمراض أرقام التليفون 01201747743 أو 01153002444 خليكم معينا على مدار حلقاتنا النهاردة وإن شاء الله فقرة الصحافة هنقرأ كل رسالكم وكل التعليقات الجميلة اللي بعتلينا على الفيسبوك أنا شايف أماكن كتير بعتلينا منها كلام جميل نقرأ كله إن شاء الله فقرة الصحافة ويريد بقى موضوع إن إحنا تتفرجوا علينا منين البلد اللي أنت بتتفرجوا علينا منها أو المنطقة نخرج للفاصل وصير ونرجع وأول فقرة معنا باكرا يا رب تسمعوا صوتي ونحن على أعتاب عام جديد نود عام 2019 الذي شهد عددا من الأحداث العالمية والمحلية نتذكر بعضا منها معا في هذا التقرير على الصعيد السياسي فقد شهد السودان مظاهرات عارمة أطاحت بحكم الرئيس السوداني عمر البشير خلال 2019 كما توفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في نفس العام وذلك أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس وفي عام 2019 أيضا استقال الرئيس السابق لدولة الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي عقب مظاهرات طلبت بعد انترشوحه إلى فترة ولاية خامسة وعلى الصعيد الدولي أيضا وفي نهاية أكتوبر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية داعش أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية شمال غرب سوريا ويقال إن البغدادي فجر سطرته الناسفة بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نهاية نفق في إدلب بسوريا أما على الصعيد المحلي فقد احتضنت جمهورية مصر العربية كأس الأمم الإفريقية لكرات القدم لعام 2019 في الفترة من الواحد والعشرين من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو ومن الأحداث المفرحة في عام 2019 أيضا تتويج منتخب مصر للكرة اليد للناشئين ببطولة العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على ألمانيا في المباراة التي أقيمت بمقدونيا وودعنا خلال 2019 عددا من الفنانين المعروفين أصحاب رصيد كبير في قلوب المصريين منهم سعيد عبدالغني ومحمود الجندي وعزة بوعوف وفاروق الفشاوي بالإضافة إلى شعبان عبدالرحيم والمخرج سامير سيف وشهد هذا العام الذي نقترب من نهايته دخول مصر في عالم الفضاء من خلال عدد من الأقمار الصناعية المتخصصة ففي فبراير أطلقت مصر القمر الصناعي إيجيبتسات إيه وفي نوفمبر أطلقت مصر لأول مرة القمر الصناعي طيبة واحد المخصص لأغراض الاتصالات كما أطلقت مصر أيضا القمر الصناعي كيوبسات بهدف الاستعان به في مجالات الزراعة والجيولوجيا والمجالات المرتبطة بالتنمية وقبل نهاية 2019 انطلقت النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الدولي الذي يحظى باهتمام المؤسسات العالمية والصحافة الدولية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نسخة أشاد بها شباب العالم من المشاركين